اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية المستمرة لحرب حفتر على طرابلوس وفي اليوم الثامن والعشرين من هذه الحرب التي يشنها خليفة حفتر ضيفنا في هذه النافذة النائبة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد أحمد معيتيك أهلا بك سيد أحمد شكرا لك قبل الدعوة التي تكون معنا على شاشة تيب الأحرار مرحمة سيد أحمد كيف تصف الوضع اليوم في طرابلوس بعد مرور 28 يوم على عدوان حفتر على العاصمة الحقيقة اليوم نرى تماسك وتلاحم أهلنا في طرابلوس مع حكومتهم ومجلسهم الرئاسي رأينا الكثير من الشباب والقوت حكومة الوفاق ودفاعات حكومة الوفاق على العاصمة لدحر هذا العدوان والرجوع لمدنية الدولة وأن حكومة الوفاق قادرة على رد هذه المغامرة التي يقوم بها خليفة حفتر على طرابلوس وتماسك وتلاحم الشعب الليبي مع حكومته وتأييد رأيناه في شوارع طرابلوس رأيناه في ساحات وميدين طرابلوس وما هذا لا يدل على أن الليبيين أجمعين وكلهم يسعوا إلى دولة مدنية تسود في الديمقراطية والاحتكام لانتخابات حقيقية تؤسس لدولة مدنية نطمح لها جميعا ما حصل طيلة الـ 28 يوم الماضية أكبت للعالم أجمع وليس للليبيين أن الليبيين على وعي وإدراك أن هذه عبارة عن مغامرة من شخص يطمح للوصول للسلطة انفرادية كل ما سعت لي حكومة الوفاق منذ دخولنا لطرابلوس والتزامنا بمبادئنا أمام شعبنا وأهلنا أن نبني دولة ونؤسس لها تمررنا بكثير من الصعاب طيلة الثلاث سنوات الماضية ولكن لم يخطر حتى في بالنا أن يكون هناك من هذا التفكير العدواني والغاشم على مدينة يخطرنا أكثر من ثلاثة مليون من المسالمين قصف بصواريخ مدفعية استعمال طيارات قصف مطارات لماذا؟ للوصول للسلطة وهذا الشيء إنما يدل على أن هذا مشروع هو مشروع فاشل مع استمرار هذه الحرب سيدة معيتي كيف تدير حكومة الوفاق المشهد الآن؟ بالرغم من أن التقدم الذي تحرزه القوات على الأرض هناك انتقادات توجه للخارجية ولمجلس الرئاسي في تعطيه مع هذا العدوان أقصد خارجيا كيف تردونك على كل ذلك؟ طبعا نعلم جميعا أن كانت هذه مباغة وهذا كان بدون سابق تهيئة سياسية لهذا الموضوع كلنا كنا نسعى أن نذهب إلى المؤتمر الجامع وكان في إجماع دولي أن المؤتمر الجامع سيأتي بحلول تنهي مرحلة الصراعات في ليبيا وتأتي بمرحلة أكثر استقرارا وحرحت الانقسام المؤسسات في ليبيا هذا ما كنا نطمح له وهذا ما بنينا عليه عملنا طيلة الفترة الماضية ولكن عندما بدأ هذا العدوان تحركت حكومة الوفاق في اتجاه المجتمع الدولي كان الاتجاه الأول هو نحية مجلس الأمن وحاولنا عقاد مجلس الأمن بطلب من عضو العربي في مجلس الأمن وهي دولة الكويت اللي وجه لها كل احترام والتقدير ولكن كان الانقسام داخل المجتمع الدولي انقسام كبير جدا هناك انقسام من دولة روسيا لم يكن في الإمكان إصدار تنديد واضح ونحن أصرينا أن يكون هناك تنديد واضح وتسمى الأشياء بمسمياتها هذا عدوان من طرف غير شرعي ولا ينتمي للحكومة وهي تجريم يجب أن يجرم أمام العالم في الحقيقة كان الطرف الروسي رافض لإصدار بيان واضح بهذه الملامح كان في تغيير في صيغة البيان من مجلس الأمن الأطراف الأخرى كانت أكثر اعتدالا الطرف الفرنسي كان غامضا جدا في هذه الفترة الكويت ومملكة المتحدة كانت مؤيدة لإصدار هذا البيان واشتغلنا ما بعد هذا الاجتماع على خلق مجموعة داعمة لليبيا في اتحاد الأوروبي والطرف الأكثر فاعلية داخل مجلس الأمن المملكة المتحدة كانت معنا وداعمة إيطاليا كذلك ألمانيا كذلك وتركيا كانت حتى هي من الدول الداعمة والأكثر وجودا على الساحة في اتجاه إصدار بيان واضح وصريح للتنديد بهذا العدوان ومن ذلك ننطرق كحكومة في اتجاه تسخير وتحية المجتمع الدولي للعمل في هذا الاتجاه هذه الخطوة الأولى بعد ذلك بدأنا في اتجاه آخر وهي التواصل مع دول جوار وكان التواصل مع تونس والتقيت بالسيد رئيس الدولة سيد سبسي وكان لقاء بنان وكان الإشارة من السيد رئيس المجلس الرئاسي والتوصيات أن تكون هناك وفد من المجلس الرئاسي ابن رسى ومعي السيد محمد سيالة وزير الخارجية وبالفعل بدأت الرسائل إلى كل الدول الأربعة عشر دولة في العالم وتوصلنا معها جميعا ثم كانت في زيارة الجزائر وجزائر كان دورها وكان رسالتنا لها واضحة هذا العدوان على العاصمة المغربية هذا العدوان على الدولة جوار لا يمكن أن يقبل وكانوا جزائرين في الموعد كما عهدناهم دائما الرئيس الجزائري كان ندد بهذا العدوان وكان واضحا وصريحا أنه لن يقبل الاعتداء على الحكومة الشرعية في طرابلس وعسكرة الدولة غير مقبولة وزير الخارجية كان عنده موقف أكثر تقدما وأشار به أكثر من مرة وكانوا واضحين جدا معي التقينا بعدها رئيس الحكومة الإيطالي في روما سيد كونتي وكنا معه أكثر وضوحا وكانت رسالته واضحة وصريحة أن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر وليبيا يجب أن تذهب إلى طيب توافقات سياسية فيما يتعلق بدولة الكويت سنة الحديث عن كل دولة وموقفها تجاه ما يحدث في طرابلس لماذا كانت الزيارة إلى الكويت تحديدا؟ ما الخصوصية من تحديد الكويت حتى تكون لها زيارة؟ هل تعاونون على التواصل مع دول المجلس التعاون الخليجي؟ أما الهدف ماذا كان غير المعلم؟ طبعا تعلم حضرتك ويعلم كثير من المشاهدين أن الكويت هي العضو العربي في مجلس الأمن والحقيقة ونذكرها للتاريخ كان للكويت موقف أكثر من جيد وكانت متابعة ومنصقة معنا في إطار جلسات مجلس الأمن ومندوب الكويت في الأمم المتحدة أن نعتبره كأنه مندوب ليبيا وكان يتواصل معنا ليلا ونهارا فيما يخص كل المستجدات التي تحصل داخل مجلس الأمن ولهذا كانت الإشارة عن ضروري الذهاب للكويت ومن الجانب الآخر نعلم جميعا أن عكاسات هذا العدوان وما له من علاقة مباشرة بدول الخليج فلذلك كانت زيارة للكويت وكان سيد سمو الأمير مرحب بنا جدا ومرحب بالزيارة وكنت صباح اليوم معه وحقيقة كان رجل عروبي ويتكلم بروح وطنية عالية ويتكلم على ليبيا كأنها لكويت أكثر وتمست حتى كثير من المشاعر لاتجاه الشعب الليبي وتأييده ولكن هناك قسمات كبيرة داخل مجلس التعاون الخليجي ويحزن جدا ما يحصل من بعض الدول في هذا الإطار ولكن في نفس الوقت سيكون منصق معنا في العمل من داخل مجلس الأمن كذلك عشرنا لاجتماعات جامعة الدول العربية وقلت لها بكل صراحة نحن لا نعاول كثيرا عن جامعة الدول العربية جامعة الدول العربية في الفترة الأخيرة أصبحت حكر لبعض الدول ولا يمكن بأي حال من أحوال أن تتخذ أي موقف أنا قلت بكل صراحة في أكثر اجتماع سواء حتى في الكويت وقبلها قلتها في إيطاليا أن جامعة الدول العربية غير قادر على أقد اجتماع والاتحاد الأوروبي يندد ويعقد اجتماعات أيهما أقرب للليبيين فنحن لا نعاول كثيرا عن جامعة الدول العربية ولا نعاول عن موقفها جامعة الدول العربية لها مواقف أكثر من متخادلة مع الليبيين ونحن نستطيع من قلال أدواتنا ومن قلال قنواتنا الدبلوماسية وتواصلنا مع العالم أن نخلق الفارق إن شاء الله كان في حديثك حول موقف الجزائر موقف الخارجية الجزائر الرافض لقصف العاصمة طرابلس ومعه الموقف التونسي اليوم الجزائر هي في حالة فك وتركيب للنظام يعني تمر بمظاهرات وأشبه بثورة ماذا يعني لكم الموقف الجزائر الرافض نحن وجدنا في الجزائر إجماع من كل السلطات من حديثين السلطة في الجزائر ومن كانوا موجودين في الجزائر ومن كل الأطراف العسكرية والأمنية والمدنية أن ليبيا دولة جارة ونحن تربطنا بالشعب الليبي علاقات قوية ولا نرضى بأي حال من أحوال أن تقصف طرابلس بهذه الطريقة وأن يسود الفوضى وعدم النظام وعسكرة الدولة ليبيا يروف فيها كثير من الجزائرين أن أنجزت في خلال ثلاث سنوات الماضية أنجزات مهمة وبعت لي بأكثر من رسالة طمأنة من كل الأطراف نحن لا نتحدث على السلطة التنفيذية فقط نحن اجتمعنا من السلطة التنفيذية واستمعنا مع الرئاسة المؤقتة واجتمعنا مع أطراف أمنية كثيرة وكلهم أجمعوا في رسالة واضحة وصريحة نحن أقرب لنا الشعب الليبي وهذه دولة جارة وأمن الجزائر من أمر ليبيا وهي تركيبة أمنية واحدة وما يحدث في طرابلس هو يأثر علينا تأثير مباشر وكانت الرسالة واضحة من السيد وزير خارجي هناك بعض الدول الأقليمية الأخرى كانت أكثر من موجودة معنا نحن نذكر حتى السيد وزير الداخلية نعب رئيس الحكومة الإيطالي وأشار بوضوح أن الشريك الحقيقي لإيطاليا في مكافحة الإرهاب هي ليبيا وحكومة الوفاق وحكومة الوفاق أنززت لها من الاتزامات وما قام به أبطال البنيان المرصوص في سرط سيدكر في التاريخ وكل العالم يوثق فيه أكثر من لقاء سواء اللقاءات التي حصلت الآن أو اللقاءات السابقة فلهذا أقول لك أن الدول بصفة عامة المجاورة ليبيا سواء اللي كانت شمال البحر المتوسط وتونس وجزائر كانوا يبعثوا في رأسائل أن ما يحصل في طرابلس هو شيء غير مقبول ماذا عن مصر؟ هل لكم تواصل معها؟ الحقيقة لم نتواصل مع مصر طيلة الفترة الماضية يعني من بداية العدوان على طرابلس ولكن أنا أأمل أن يعي الشعب المصري وتعي الحكومة المصرية والرئيس المصري أن طرابلس وليبيا أكبر من مغامرات فرد وليبيا لها من التاريخ والبعد التاريخي والعلاقات المميزة مع الشعب المصري ما سيستمر وسيدكر دائما أن مواقف الشعب المصري كانت مؤيدة للشعب الليبي وليس لأفراد فنرجو أن يعني الحكومة المصرية والرئاسة المصرية هذا الشيء لأنه يؤثر تأثير مباشر في علاقتنا مع مصر في المستقبل كثيرا ما يقال على أن مصر داعم لحفتر في حروبه التي شنها على بنغازي ودرنة هل اليوم تبعي لكم أنه فعلا مصر دعمت حفتر هم يعطى الضوء الأخضر؟ أم ماذا؟ طبعا نحن كحكومة وفاق لدينا قنواتنا السياسية والديبلوماسية مع مصر وجمهورية المصرية تتعامل رسميا مع حكومة الوفاق طبعا بالتأكيد حفتر جار مصر أكثر من مرة والتقى مع الرئيس السيسي أكثر من مرة ونحن نرجو ونطمع من مصر مواقف مغايرة لما يحدث الآن نحن نتمنى على مصر أن تعي أن دعم أفراد لن يؤتي بإتماره في ليبيا مصر دولة جارة وعلاقتنا ستستمر إلى ما شاء الله ويجب عليهم أن يفهموا أن الرهان على شخصيات لا يؤتي نجاحات سياسية بما يتوقع الكثيرين اليوم الماجلس الرئاسي هو الحكومة المعترف بها دوليا كما هو معروف كيف تقيمون رد فعل المجتمع الدولي حيال ما يحدث في طرابلس هل حدث تطور مقارنة بالتقدم الذي تحرزه قوات الوفاق أم ماذا بالتأكيد الأبطال الذين يحققون انتصارات على الأرض والذين ضحوا بأغلى شيء عند الإنسان هو نفسه ومقامه به من تضحيات يعني ليس أقل من أن ما يحصل اليوم ومن نتائج إيجابية سياسية ودبلوماسية عالمية إنما يشكر عليها هؤلاء الأبطال هؤلاء هم اللي حقوها هؤلاء هم الذين أنجزوا والحكومة ستستخلص هذه الثمار وتجعل منها نجاحات على الأرض بإذن الله ونين أعدهم أن بدأت المواقف تتغير بالأمس رأينا موقف روسيا والرئيس بوتين وما أشار فيه وكان رسالة مختلفة تماما على عشرين يوم ماضية رأينا الموقف الأبريكي والمكالمة التي قام بها السينيتر الجمهوري مع السيد رئيس المجلس الرئاسي والإشارات الواضحة رأينا رسالات السيد بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة كل هذه المؤشرات تعي ويعى العالم أن ما كان يقول فيه حفتر أن الذهاب إلى طرابلس عبارة عن نزهة هو كلام لا يس له علاقة بالواقع والحقيقة واليوم رأينا بعض الكتاب الأمريكيين يكون بكل وضوح أن هذا الشخص لا يمكن أن يكون شريك حقيقي لصنع السلام في ليبيا كيف ترون موقف الدارة الأمريكية بينما يصفه الكثيرين بالتناقض موقف إدارة ترامبو وموقف وزير خارجية الذي يصف قوات حفتر بالميليشيات اليوم كيف يبدو لكم موقف الإدارة الأمريكية بشكل واضح؟ طبعا الإدارة الأمريكية مقسومة إلى ثلاث أجزاء هناك إدارة تابعة لمكافحة الإرهاب وهذا السيد بولتون وما يقوم به هو من رسال تخص الأفريكم وتخص مكافحة الإرهاب وهذه الإدارة تعرف جيدا أن حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي هو الشريك الحقيقي في هذا الأمر وتواجد الأفريكم أكثر من مرة في طرابلس وفي مصراتة وفي بعض المدر الأخرى الليبية ويعرف ما قام به المجلس الرئاسي داخل سيرت وإنهاء واستتات ما يسمى بتنظيم الدولة من سيرت هناك القسم الآخر وهو القسم الدبلوماسي والخارجية وهي من نتعامل معه عن طريق سفرتنا في واشنطن ولدارات المعنية ورسالة السيد وزير الخارجية الولايات المتحدة كانت واضحة في هذا الشأن وأن الحروب والصراعات ودخول طرابلس في حرف لن يحقق شيء أما البيت الأبيض فالتعامل معه بطريقة مختلفة لنا تواصل مع البيت الأبيض وأكثر من مرة بعثنا برسالة واضحة وصريحة وإلى الآن ليس لنا أي تأكدات بما يشاع أن رئيس الولايات المتحدة كان مؤيد لهذا العدوان هذا الكلام لا أعتبره موجود نهائيا التعاون فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب مازال مستمرا هل ستعود قوات أفريكو من جديد إلى طرابلس ومصراتا وبعض المدن ربما؟ التعاون مازال مستمرا ونحن استقبلنا أكثر من مرة رسائل من قوة مكافحة الإرهاب والأفريكوم وهم في القريب العاجل سيكونوا في طرابلس وفي مصراتا في اليومين القادمين التواصل معهم موجود التنصيق معهم موجود كذلك التنصيق مع الخارجية الأمريكية موجود ولنا مندوب موجود في الولايات المتحدة وفي واشنطن تحديدا في هذه الأيام والرسائل أكثر من مطمئنة الولايات المتحدة ليست داعمة لهذا العدوان وهي دولة تعي جيدا أن الحكومة الشرعية والحكومة والشريك الحقيقي لها هي حكومة الوفاق ننتقل إلى باريس الحكومة الفرنسية تعلن دعمها للحكومة الشرعية وهي حكومة الوفاق لكن ما زال الحديث مستمر حول دعمها الخفي لحفتر ما نظرتكم لازدواجية الخطاب من قبل باريس؟ طبعا أنا متحفظ جدا عن الموقف الفرنسي والموقف الفرنسي موقف غير واضح وفيه كثير من الغموض فيه أكثر من مرة كان فيه الإشادة بحفتر والتنصيق وعاه والتواصل معه واضح وهو دعي لباريس أكثر من مرة وكانت فيه لقاءات ولكن أنا كما أسلفت مع بعض الدول يجب أن تعي فرنسا جيدا أن الغضب الشعبي الليبي وما يتار اليوم في الساحات والميديم في ليبيا أمر يجب أن يأخذ في الحسبان جيدا لأن هذا هو من يصنع تاريخ الشعوب وهذه المواقف ما تصنع تاريخ الشعوب الموقف الفرنسي غير جيد وفي العالم هو دعم لحكومة الوفاق ولكن نحن لم نلمس هذا الدعم على المستوى الحقيقي والفعل وبالعكس رأينا مساندة لحفتر ومساندة سياسية له في أكثر من محفل وهذا الموضوع يجب أن ينتهي وأثبت الأرض والواقع أنه غير قادر على إنجاز أي شيء ولا يمكن التعويل عليه فنتمنى حتى على الحكومة الفرنسية أن تفهم المشهد جيد عسكريا يقال الآن عن أن الطيران الذي يستهدف ترابلس في أكثر مرة هو طيران أجنبي هل تبين لكم الجهة من هي؟ طبعا نحن نشتغل على الموضوع والموضوع فيه جانب عسكري مهم جدا وأنا أترك للعسكريين حتى يتكلموا عليه بأكثر تفصيلا وتكون في مفاجآت في الأيام القادمة إن شاء الله الموقف الإيطالي في الجهة الأخرى يوصف على أنه موقف رمادي غير واضح عندما يقول كونتي أنه لا يدعم أي طرف لا السراج ولا خليفة حفتر ماذا يعني لكم ذلك؟ هل فعلا اليوم الموقف غير واضح بالنسبة لروما لكم؟ أنا أعتقد أن الإجابة على هذا السؤال تأتي ليست من كونتي فقط كونتي رئيس الوزراء الإيطالي صحيح ولكن هناك شركاء له في هذه الرئاسة وزير الداخلية ونائب رئيس الحكومة الإيطالي صرح بوضوح أنه ضد العدوان على طرابلس وأن حكومة الوفاق هي الشريك الحقيقي والرئيسي في مكافحة الإرهاب فيما يعني الإجابة على ما قاله كونتي أعتقد أنها استغلت في إطار سؤال واضح لما سؤل على ما هي حقيقة موقف إيطاليا في مستقبل ليبيا وما تطمح له فرد السيد كونتي وقال أننا نحن على مسافة واحدة من الجميع ونريد أن الجميع أن يصر إلى حل في ليبيا ولكن الحقيقة أن الحكومة الإيطالية هي داعمة للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق وتتعامل مع المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق وحقيقة أن إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية داعمة للموقف الحكومة وما يسن من هجوم على طرابلس واستقبلوا كثير من الجرحة إلى اليوم كان فيه طيارة من الجرحة ويستقبلوا فيهم بطريقة سلسة وبسرعة وهناك دعم كبير سياسي داخل الإدارات وداخل الاجتماعات السياسية ونحن نعرف جيدا هذا ناتي الآن لحديث عن المبعوث الأممي غسان سلامة هناك من يرى أن سلامة موقفه تطور إذا ما يحدث عندما يقول أن حفتا ليس ذلك بالديمقراطي الكبير كيف ترون غسان سلامة وكيف تقيمون أداءه منذ بداية الحرب إلى يوم من هذا والله أنا تمنيت على السيد غسان كنت أتوقع منه أكثر من هذا السيد غسان تتبع جيدا الحالة الليبية وكان في الست شهر الأخيرة داعما لي أن نذهب إلى وفاق ونذهب إلى معتمر جامع ونذهب إلى اتفاق ما بين حكومة الوفاق وخليفة حفتر وأني في أكثر مجتمع معها وأشرت أن خليفة حفتر لا يمكن بحال بالأحوال أن يكون شريك حقيقي في صنع السلام في ليبيا هذا الرجل يبحث على سلطة فردية ومن يبحث على سلطة فردية لا يمكن له أن يرضى بحكومة وفاقية فكان عنده أمل وكان عنده أكثر من مرة أشار أنه نجب أن نصل إلى اتفاق وهذا دورة وهذا دورة ويجب عليها أن يبحث ويستمر في البحث لكن هل هو في اتجاه صحيح في هذا البحث هو من نقولك بكل صراحة أنا أرى أنه هذا في اتجاه خاطئ خليفة ليس الرجل المناسب ولا شخصية المناسبة أن تكون شريك في صنع السلام في ليبيا فسيد غسان أعتقد أنه بما حصل ومقام به الأبطال على الأرض ومن تصدي لهذا العنوان أصبح يدرك جيدا أن يجب عليه تغيير المسار هل خذلكم غسان سلامة عندما لم يعبر عن موقفي بشكل واضح أن يدين المعتدي على العاصمة؟ البعتة بصفة عامة موقفها كان متأخر شدا ليس سيد غسان غسان يعبر عن جزء من البعتة البعتة فيها إدارات وفيها أجهزة والمجتمع الدولي بصفة عامة كان يستطيع أن يقدم دلال وأن يسمي الأشياء بمسمياتها واني ذكرت في لقاء معكم في السابق أن عن المجتمع الدولي أن يسمي الأشياء بمسمياتها واني واثق أن في الأيام القادمة سيبدأ تسمية الأشياء بمسمياتها ويتغير كثير من المواقف لأن ماذا قام به الأبطال على الأرض؟ ما أنجز من تصدي لهذا العنوان الشرخ الذي قام به هذا العنوان وما جعل ليبيا في وضع سيء للغاية في داخل تركيبة المجتمع الليبي وبحث أنه يخلق صراعات ما بين الشرخ والغرب والحمد لله الشعب اللي بي واعل هذا جيدا وأهم من هذا وذاك أن اكتشفوا جميع أن هذا الشخصية التي ترسم أنها شخصية قوية وتستطيع أن تنجز هي لا شيء الآن مع استمرار العدوان هناك أزمات عديدة نتحدث عن أزمة النزحين الحديث عن قطاع الطيار الكهربائي وانقطاع المياه كيف يتعامل الرئاسي اليوم مع مختلف الأزمات؟ في البداية نحن شكلنا لجنة للطوارئ وهذه اللجنة تعمل مع كل البلديات وزراء يشتغلوا طبعا لنا لجان مختصة في كل ما تفضلت بحضرتك بالنسبة لموضوع المياه الحمد لله اليوم نرى أن المياه بدأت ترجع لمديد طرابلس موضوع الكهرباء هو موضوع يحتاج إلى كثير من الوقت لأن هناك صراع في بعض المناطق مثل العزيزية وورشفانة وبعض المناطق أخرى في الشفارة ومنطقة قصر مغشير هذه مناطق عسكرية وفيها صراع وتحتاج إلى بعض الوقت ليرجاع الطاقة الكهربية لها والفرق الشركة العامة للكهرباء تشتغل ليلة نهارا من أجل أن تعود الكهرباء لهذه المناطق بالنسبة للناجحين لدينا اليوم أكثر من 32 ألف نازح وليجان النازحين في البلديات سيلت لها مبالغ وبدأت تعمل من أجل أن تدلل العقبات أمام هؤلاء الذين يعانوا من قام به خليفة حفتر وتدمير وتهجير للليبيين للمرة الثالثة وإداراتنا تعمل بكل جدية وكل أريحية الحكومة تشتغل أمور طبيعية من ناحية الحكومة نحن نطمن الليبيين والمواطنين أن في شهر رمضان لن يكون هناك عجز في كل السلع كل السلع متوفرة وموجودة الإدارات التجارية ووزارة الاقتصاد تشتغل بطريقة اهتيادية جدا والسلع تتضفق على المواني الليبية بكل سهولة ويسر نعود مرة ثانية للنازحين شكلنا أكثر من لجنة ونسكن ونعمل حتى على المناطق اللي وضحة أفضل بدأت اللي جانا تشتغل فيها وبدأ توزيع المبالغ على كل المجالسة البلدية في المناطق المتضررة هناك ملف آخر ملف العام الدراسي كيف يتم العمل على ذلك؟ هناك توقف للدراسة في عديد مناطق التي تشهد اشتباكات هل تكون تواصل مع وزارة التعليم لإجاد حل لهذا الملف؟ لا وزارة التعليم وضعت خطة وبرنامج وأمس صدر وزير التعليم قرار واضح حدد فيه تواريخ الامتحانات لكل المراحل التعليمية وفيه طلط طمأنة للمواطنين فترة رمضان ستكون فيها كثير فترة تراحة لبعض المراحل التعليمية ومن تم بعدها تبدأ للمتحانات واستكمال الفترة الدراسية التي صار فيها انقطاعا تعرف أنت كثير من المدارس الآن بها منازحين ومهجرين وعلينا أن نرعيهم حتى تنتهي هذه الأزمة وترجع المدارس لعمالها ويرجع الدراسة فيها هي تعاضد وتكاتف لكل فئات الشعب الليبي مع بعضها وهذه رسالة أكثر إيجابية لشعبنا أن نحن قادرين كحكومة على نهاء هذه الأزمة وأن الحياة تستمر بطريقتها الطبيعية والاعتيادية وبالعكس نحن متأكدين أن الحكومة ستخرج من هذه الأزمة بأكثر إصرار وأكثر قوة ونريد أن نشير أن الحكومة ما بعد هذا العدوان لن تكون كالحكومة ما قبل هذا العدوان نحن رأينا التحام وتآزر من الشعب الليبي وفي ميادين وفي الساحات وهذا إنما زادنا إيمان بقدرتنا على العطاء وبقدرتنا على البناء وتواصلنا معهم حتى نستطيع أن نقدم لهم خدمات بطريقة أفضل إن شاء الله كثيرا ما يقال عالن الحكومة قد تدخل في مفاوضات لوقفة لقنار مع خليفة حفتر وهذه الشائعات تنتشر بشكل كبير ما ردكم عليها؟ نحن ليس لدينا شريك نحن لا نرى في حفتر إنه هو شريك في أي حاجة في ليبي شخص عدواني ينقلب على السلطة يدخل للعاصمة في معارك يحاول أن يخلق شرق استماعي ما بين الليبيين الحكومة الليبية سترى من يكون الأسطح والأقدر أن يكون شريك نعرف جيدا أن في الشرق الليبي لدينا من الرجال من يستطيع أن يكون شريك حقيقي ويبني وطن هذا الرجل يمكن الوثوق فيه لبناء شراكة ووطن معه لكن هناك حديث في الإعلام الأمريكي عن وساطة من واشنطن تحاول أن تجمع رئيس المجلس سيد فايز سراج وخليفة حفتر على طاولة المفاوضات من جديد حفتر يقوم به عدوان على طرابلس ويقتل في الليبيين على مادة التفاوض معه على خليفة حفتر أن يرجع من حيث مؤاته حتى يحقن دماء الليبيين هذا رقم واحد ورقم اثنين على الشرق الليبي وعلى برقة وعلى عقلاء الشرق الليبي أن يعوى أن يجب عليهم أن يبحثوا على شريك حقيقي أو شخص يستطيع أن يقود أي مبادرات سياسية ماذا يستطيع أن يقدم لليبيين حليفة حفتر اليوم أنا في وجهة نظري أنه غير قادر على تقديم شيئا ما هي شروطكم لواقف إطلاق النار رجوع القوات المعتدية رجوع القوات المعتدية من أين معتدت هل ستواصل قوات الوفاق المسير نحو معقل حفتر في الرجمة نحن لسنا قوات معتدية نحن دفعنا العاصمة ورغبنا في السلام ومدينا يدنا لبناء وطن ولكن هناك قوات معتدية يجب أن تصد والحمد لله سطناها وسندحرها وسيتم ملاحقتها إلى آخر نقطة كلمة أخيرة لك سيد أحمد المتيج ورسالة توجهها إلى كل من ساند حفتر في حربه على العاصمة سواء دول أو حتى مناطق بالنسبة للدول أنا أقولها بكل صراحة الدول بدت تعي بوضوح أن هذا الرجل غير قادل على إنجاز عندما اجتمع بمجموعة من السفراء وقال لهم أن ذهابي لطرابلس سيكون نزحة وعندما أدخل طرابلس سيرمو علي أو سيبعث لي برسائل الانتصار وورود وزهور هذا الكلام غير حقيقي أصبحوا يدركوا جيدا أن هذا الرجل غير قادل على أن يقوم بما يعني تفاخر أنه بيقومه أنه يستطيع إنجازه وسيستطيع القيام به الشيء الثاني يعني يعني الإبداع في الشعب الليبي في التصدي لهذا العنوان الإبداع لتواجد الناس في السحات والميادين الإصرار على مدنية الدولة الإصرار والإكبار في الشعب الليبي نكبر فيهم كل هذه الملاحم اللي يقوم بها كل يوم من أجل بناء وطن حقيقي مبني على مدنية مبني على دستور مبني على لا مغالبة نحن نسعى إلى لحمة وطنية بنغازي هي طرابلس طرابلس هي عاصمتنا برقة هي جزء عزيز من الوطن ولا يمكن أن نجعل من شخص يتحكم بمصير الوطن لديكم تواصل مع المنطقة الشرقية مع أعيانها؟ نعم المنطقة الشرقية فيها من الرجال وفيها من القدرات وفيها من أعلام ليبيا من هو واضح وصريح وريد بناء دولة وريد بناء دولة مدنية ودستور يمثل كل ليبيين أما عسكرة الدولة فنقول له أنها انتهت 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 إذن ميداني عسكري اليوم قادرة حكومة الوفاق على رد هذا العدوان؟ نعم حكومة الوفاق قادرة على جعل ليبيا متل يهتدى بها في مدنية الدولة والذهاب للأمام والقدرة على الإنجاز نشكرك كل شكرا نائب بالمجلس الرئاسي السيد أحمد دامعتي كنت معنا ضيفا في هذه النافذة على شاشة ليبيا الأحرار مشاهدين هكذا نكون قد وصلنا وياكم إلى ختام هذه النافذة لمتابعة التطورات العسكرية من حرب حفتر على ترابلس كان معنا ضيفنا للحديث تحدثنا معا عن التطورات السياسية إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة